نقلت صحيفة دعوت أحرانوت عن مسؤولين إسرائيليين أن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع مشيرة إلى أن هناك طريق يجب قطع في المحادثات كما نقلت وسال إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات التبادل أن الاتفاق في باريس تم حزب خطوط عريضة جديدة وأوضحت المصادر أن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل وأبدأت محادثات في باريس لبحث التواصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس المساعد ديفيد تابرنيع